انا عندي احساس قبل مبدأ الفقرة دي ان دي مصلحة للسيسي اللي هقوله دلوقتي اسمع باسم مني طول بالك في يعني هي بدأت تقريبا في اخر شهور في سنة 22 ومطلع 23 سمعنا تحذيرات كتير جدا جدا عن الركود الكبير وقالوا ساعتها ان الازمة المالية اللي حصلت في 2008 مش هتيجي جنب الركود الكبير حاجة يعني الركود الكبير ده جاي ضمار لكن في النهاية اهو كلام متوقعات لغاية ما الدنيا تقلبت العالم اتصدم باعلام بنك اسمه السيليكون فالي بتاع وارد السيليكون كده يعني وارد السيليكون اعلن فلاسه بعدها بدأت بدأ بنك تانية نهار نهار ده وبدأ الناس خاف على فلوسها فطلع بايدن زي ما شفتم من شوية يتكلم والعالم كله بدأ يسأل هو ده هيقصة هنا في حاجة خلنا نبدأ الحكاية من اولا البداية يا حضرات مع اهم خبر اقتصادي عالميا للمون دول وده نسروا موقع الشرق بلومبرج اكبر افلاس مصرفي من سنة 2008 اغلاق بنك سيليكون فالي يسير الزعر في الولايات المتحدة الامريكية اه ايه ده بقى بنك سيليكون فالي وما ليه طب ايه اهمية البنك ده عشان الدين اتقل في امريكا ايه بقى وازاي وازاي اعلن افلاسه او وصل الافلاس يعني ده اللي هنشوفه في الجرافات دي ببساطة عشان ده استفهمها سقوط بنك السيليكون فالي بصة سيلي كيف سقط بنك سيليكون فالي في فخ الافلاس كيف سقط الدينة عم الجزيرة من موقع الجزيرة البنك ده اتأسس سنة 83 في موظفين 8500 شخص على مسؤول عالم عنده 17 فرق بيتركز في كاليفورنيا بيحتل مرتبة 16 في اكبر البنوك حجما في امريكا يعني هو رقم 16 يعني بنك كبير اصوله تبلغ 209 مليار دولار شوف يعني ده من ضمن اكبر 16 بنك في امريكا مش بنكه ملطفة يعني ده البنك ماشي كمل بقى على الله خليك الودائع الودائع بتاعته ضعفت اكتر من 4 مرات خلال 4 سنين يعني في 2019 كانت 44 مليار ده نقل عن الجزيرة يا حضرات في 2019 بقت 189 مليار دولار فـ 2022 بقت 175 مليار دولار معظمها سندات رهن عقاري وسندات خزانة دي مهمة جدا القروض زادت من 23 مليار الى 66 مليار احد اكبر البنوك المقرضة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا يعني البنك ده بيقرض الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التراجع انخفرت الاسهم بنسبة كبيرة 66% اغلق وسلم سلم الى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع باع محفظت سندات السائلة بالكامل بخسائر بلغة مليار 800 مليون وكالة مودز للتصنيف الاعتماني خفض التصنيف شكرا للزملاء في الجزيرة بمجرد انتشر الخبر ان البنك بيواجه ازمة مالية المودعين اللي عندهم فلوس في البنك اول حاجة يعملوها زي ما انت فكرت كده يجروا يسحبوا فلوس واحد يكلم واحد يسلم واحد يوصلوا واحد لما حد وصلوا لـ 42 مليار الناس جرت تسحب فلوسها بسرعة 42 مليار البنك مقدرش يصمد ولا قدر يوافق كل الفلوس دي ما هو البنك مش سيل الفلوس دي حضرات في الخزنة جوة البنك مطلعها في صورة قروض مطلعها في صور مشاريع لكن لما الناس اتكترت عليه بقاش عنده فلوس يطلعها ما قدرش يصمد زي ما نشرت منصة اسمعها جو او جو جو بتقول انهار بنك السيليكون فيالي احد اشهر البنوك في امريكا ما قدى الى موجة من الزعر وهو اكبر افلاس مصرة في امريكا منذ 2008 الانهيار جاء بعد عمليات سحب حجمها 42 مليار دولار حيث لم يعد المصرف قادر على تلبيط العمليات الهائلة التي قام بها عملاء لاموالهم طبعا انت عندك فلوس في البنك سمعت ان البنك بينار بتيجري تاخد فلوسك انت وغيرك وغيرك البنك مش الفلوس جوه مش هيدر اديك بعد فترة كده خلاص طعبنا خطورة البنك ده واللي ارعى بالحكومة الامريكية ان نص استثمارات البنك ده في ادوات دين حكومية زي بتقول لومبرج 51% من اصول سيليكون فالي بانك استثمارات في ادوات دين حكومي اللي هي سندات خزانة وحكومة 180 مليار قال لك بقى بص 15 اخرى 15 نقدية 74 صافي قرود دي كل الاموال بتاعته المصدر بلومبرج بتاعتهم جانب تاني من الخطورة هو تجميد مليارات من الدولارات من فلوس شركات ناشئة وسنديق اسهم بعد انهيار البنك زي بتقول التغريدة دي التغريدة من فرنس براس بالعربية تسبب افلاس بنك سيليكون فالي بتجميد عشرات مليارات الدولارات التي اودعتها في شركات ناشئة وسنديق اسهم خاصة ما اثار الخشية من حصول صدمة في قطاع التكنولوجيا قطاع كامل قطاع مهم جانب تالت من اثارة الكارسة بتاعت النيهيار السيليكون فالي هو ان الناس نفسها قررت تعمل حاجة غريبة جدا حاجة طبيعية وده اللي قاله لي صديقي المحلق صادي ان الناس هتتجه للدهب بقوة صديقي قال لي كده النهاردة العصر لكن الغريبة ان موقع سي ان بي سي نشر ده الكلام ده فعلا الدهب اترفع مع تراجع الدولار وتصعد المخوف بعد اغلاق سيليكون فالي بانك الناس رحت للدهب لانه خلاص فالدهب هيغلى الازمة دي هتشوف معا حاجات غريبة الفترة الجاية وصلت ان بانك اتش اس بي سي قال او يعني كتب او تعامل او قال الكلام ده انه اهو بجنيه سترليني بانك اتش يستحوز على فرع السيليكون فالي في بريطانيا تخيل الكارثة كبرت لما دخل بانك تاني على الخط واعلن افلاسه وقالك هنشوف الخطة هنرجع لموضعين فلوسهم تاني حالة افلاس العين الاغبارية في امريكا اغلاق بانك سيجنيتشر وخطة لتعويض الموضعين طب هل البانك ده كمان سيجنيتشر ده مهم وليه تم اغلاقه انه شطاء تنقلوا بين بيان الجهات التنظيمية في امريكا حوالين اغلاق البانك ده وشوف للتغريدة دي اعلنت الجهات المنظمة التنظيمية في امريكا اغلاق بانك تاني والسيجنيتشر بنك بعد اغلاقها السيليكون فالي بسبب مخاوف نظامية وللعلم سيجنيتشر بنك هو احد البنوك الرئيسية في عالم العملات الرقمية وفي 31 نسمبر كان للبانك 110 مليار دولار من الاصول و88 مليار دولار من اجمال الودائع انا طبعا ما بقولش الحاجات الصغيرة كسر ولان الحكومة الامريكية خافت من الحبل يجر بنوك تانية طلع بايدن تعهد للامريكان ان فلوسكم بأمان وان احنا هنحاسب المسؤولين بعد افلاس مصرفين جو بايدن بيقول انا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد انفسنا في هذا الموقف مرة اخرى ويمكن للشعب الامريكي والشركات الامريكية ان يسقوا بان ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون اليها لازم يطمن الشعب الامريكي وإلا كله هيجري على البنوك ويسحف فلوسه هتبقى كارثة الفقر ان كلام بايدن ده ما اصرش في الامريكان وحصلت حالة زعر وصلت لمواطنين متعاملين مع بنوك تانية برضو جيروا على فلوسهم زي ما حصل مع بنك اسمه فيرست الناس راح تسحف فلوسها خوفا من افلاس البنك الناس على السوشي الحقيقة بدأت تداول فيديوهات كانت بتتوقع ان ده هيحصل منها شهادة مدير سابق لبنك جولدمان ساكس اللي قال سنة 23 هيكون عام صعب على الامريكان ودي الشهادة اللي نقالها الدكتور وضع خنفر المدير السابق لشبكة الجزيرة الهدي وهم دي يوقف يصرف وحيستنع بلما تخص الفلوس وبالتالي الكسات حيبدأ أو الركود حيبدأ مقدما في هذا العام وواضح تماما انه الازمة هذه حتكون ازمة يعني الحجن تم اكبر بكثير من اي من يعني انت 2008 ستبدو ولا شيء امام هذه الازمة 93 هي النمور الاسيوية سيبدو نقم فينا ليش لانه حجم الواقع اللي تضخم من 2008 اليوم انا الفيديو بيكونش عني معرفش ليه على اي حال ده كلام وضع خنفر ايدي الكلام ده برضو نشطاء على السوشيال ميديا وشافه انه بالفعل اللي بيحصل اليومين دول في امريكا شبه ازمة 2008 حد فاكر ازمة 2008 طبعا الناس كتابة نتعرف ماش لكن ده اللي بيقوله حساب باسمه اسابة بيقول 2008 زي ما قالوا اللي فات طين واللي جاي روبا الروبا اللي هي الطين السائب يعني الطين المربرب انهيار بنك سيركون فالي الامريكي في يومين نتيجة رفع الفايدة في امريكا بنك كان من يومين يملك اصول بقيمة 207 مليار دولار النهاردة بيقوله مش عادي لديك انا مش عايز ادي خسائر بالجملة تتجاوز 100 مليار دولار امريكي 50 مليار دولار لاوروبا يا اهلا ببداية دائرة الركود العالمي واعادة تشكيل خريطة الاقتصادية وبنك سيركون فالي اعتبر تاني اكبر بنك ينهار في امريكا بعد بنك واشنطن ما عارفش ده عميه ازاي اللي انهار سنة 2008 بنك واشنطن ده كانت اصوله لما نهار تقريبا 37 مليار دولار بنك سيركون فالي اصوله لحظة الانهار 209 مليار دولار سيركون فالي كان البنك رقم 16 في اكبر بنوك امريكا ده اللي بيقول الحساب ده وسامة لكن فيه ناس شايفة ان دي ازمة مختلفة او الازمة مختلفة عن غيرها وان دي مجموعة من الفقاعات المالية اللي بتنفجر ما بين وقت والتاني زي بيقول الباحث حسين او حسن حسين بيقول رأي افلاس سيليكون فالي بانك لا يشبه ازمة الديون العقارية 2008 عنده منهار بنك ليمان بروتز ده قطعا او بود بروتز قطعا يؤكد ان نظام المالي العالمي هو مجموعة فقاعات تنفجر بين فترة واخرى اختبارات الجهد المالي التي تجريها المؤسسات المالية الغربية تمنح ثقة لفترة محددة لكنها لا تعطي ضمانات دائمة انفجار الفقاعات المستمر يعجل من تحول الاقتصاد العالمي شرقا ناحية الصيني يعني والمنطقة دي اللافت بقى ان في ناس شايفة ان القصة لا ازمة ولا فقاعة ولا اي حاجة دا يا معلم شغل نصب على العملاء من البنوك ازاي ما بيقول حساب باسم انا مصري انا مصري طلع قالك كلمتين دول اطلع يا عم مصري قال ولا افلاس ولا حاجة اهلا 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 تحدث صورته طب يا راجل مش تقول انا اقول لك دي النسبة الجديدة كل سنة يعملوا حركات دي وينهابوا فلوس الناس والموضعين في بنوكهم من غير ما يسموا عليهم تحت اي مسمى ولا عزاء العملاء المغلوبة على امرهم والمضحك عليهم الموضعين اه ما انا والله العظيم الدماغ دي ما تطلعش كده هو لازم من ارد البابون يعني العالم كل والرئيس الامريكي يطلع يا راجل يطلع يقول انا هادمان بنفسي وبعدين يطلع ارد البابون يقول لك القلب يتحكوا وبنوك بتنصب على عملاء بص التفكير بص العقلية الخلفية مواضي طالية التفكير بشكل خلفي اسفل خلفي هي دي هو حد الصورة خلاص بص انت اول ما تعرف بني ادم بيقايد ده او حد الصورة واعرف اني ده تريد تفكيره ربك خلقنا كده نعمل ايه ناس ده عضلة زي ده ادم سميس قال كده لو انت اهملت رابط دراعك جنبك كده تلاتين اربعين سنة وجيت تشغله بعدها هيشتغل مش اشتغل المخ عضلة دول ناس وقفوا بقى عضلة المخ طمنوني على مصر يا جماعة طمنوني على مصر طمنوني على رأي صباح سلمولي على المزارع والشوارع مصر اخبارها فين مصر اخبارها ايه من الازمة دي البنك المركزي صرح بانه احنا مناش دعوة اخر كلام ومش هيأثر علينا افلاس بنك سيليكون اخر كلام طب الحمد لله احنا مش نقصين يا ابن عمي اكد البنك المركزي المصري ايه اطلع سيد انه لا تدعيات سلبيع القطاع المالي المصري على خلفية افلاس مصرف سيليكون فالي الامريكي واضح المركزي المصري ان ذلك يعود لان المصرف المصرية لا تمتلك اي وداع او توظيفات او معاملات مالية لدى السليكون فالي المتخصص في تنموني شركات تكنولوجيا والنشاعة تمت قولي البابون ارد البابون اللي فات قوله ان فيه فلاس فعلا قوله يا بنك يا مركزي يا مصري قولي ارد البابون اللي عادة من شوية اللي حط تصورت السيسي ان دي مش حركة نظمة من سليكون فالي ولا حاجة مش ده اخر كلام يعني لما يحصل ركود عالمي السيسي مش هيجيب شماعة ثالثة جنب الحرب الروسية الاوكرونية وجنب كورونا ويقول لك والركود كنا لسه هنبدأ والله ده يشرف سبحان الله سبحان الله احنا لسه هنطلع من الكورونا لسه هنطلع من الحرب الروسية الاوكرونية لقينا الركود دخل ايه والله احنا عاديين كنا عاديين نشرف شي راح الركود خبط الباب برجله ودخل ايه ده كده شوية بنك لكن أصلا البنك الامريكي فعالتنا هيكون هو اللي مسلفنا مش حطين فيه ده كان تعليق المدون الاقتصادي وحيد بشات على بيان البنك المركزي كتب الأستاذ وحيد بشات كتب بيقول من أذر في ما قرأت اليوم أن البنك المركزي ينفي أي تعاملات مع بنك سيليكون يعامل مصدقينك ويريد كان فيه تعامل كان يبقى مسلفنا هو فلس يبقى الله يعوض عليه احنا فعلا عاطين نفسنا حجم غريب مش عارف بأي أمارة ومين اللي أهمنا بهذا الحجم يا أستاذ وحيد قرود البابون قول لقرود البابون عاطين حجم نفسنا كبير وهو يسأل بيقول لك احنا يعني احنا فعلا عاطين نفسنا حجم غريب مش عارف بأي أمارة ومين اللي أهمنا بهذا الحجم هم لجان السيسي اللي هي قرود البابون لكن الحقيقة وبعيدا عن نفي البنك المركزي والسخرية منه الموضوع طلع ليه تأثير بالفعل وده اللي كشفته نشرت انتربرايز ان فيه خمسين شركة مصرية اتأثروا بانهيار ده مدى مصر هم نقلت شركة انتربرايز عن مصدر لها ان قائمة يتم تدولها شملت خمسين شركة مصرية تأثرت بانهيار البنك الامريكي ويخطط عدد من الشركات المصرية اللي بيدقي جولات تمولية عاجلة من مستثمرها لضمان استمرار عملياتها هل ده التأثير الوحيد اللي يحصل ولا لسه الايام خبيلنا حاجة تانية ماذا تقول قارئة الفنجان الاقتصادية ويطرى فيه بنوك تانية الايام الجاية هتواجه نفس المصير ويبدو ان الفترة الجاية كل شيء محتاج يتحط كلنا يعني حطينا على قلبنا لان عادة الفواتير بيدفع تمنها او بيدفع تمنها الاقتصادات الهشة لكن انا خلينا اقول لك قبل ما اروح للأستاذ حسام عاصي عشان نتكلم على حفل الاوسكر اسكر السينما الامريكية والافلام اللي فازت بقى ونتكلم على الافلام وماذا حدث في حفل الاوسكر وليه ويلس ما رعش حفل الاوسكر لانه اصلا ممنوع لمدة عشر سنين يحضر حفل اوسكر لانه مبارح اسوريه ستاة اللي فاتت ضرب الراجل الكوميديان بالقلم قبل ما اروح لنقصة دي ونعرف مين اللي خد جايزة احسن موسن احسن فلم احسن موسيقات السورية احسن ديكور احسن تصوير نشوف كمان الفساتين واللبس بتاعهم عايز اقولك ان الازمة دي بتاع السيليكون فالي بانك ما تصبر صبرا شوية بس السيسي يستغلها ويقولك ان احنا فعلا كنا هنتعافى لولا انه ازمة اقتصادية والركود العالمي ضربنا ويقعد على الشمعة دي خمس ست سنين كمان